اشتركوا في القناة والتي ستشهد انتخابات نيابية تكميلية في السابع من سبتمبر المقبل طبعا في البداية جدول الناخبين يعتبر من احد المحطات الثلاثة الرئيسية في العملية الانتخابية فبعد صدور قرار وزير العدل بتحديد ميعاد الانتخاب التكميلي لعضوية مجلس النواب في الدائرة الاولى في محافظة المحرة تأسي هذه الفترة الهامة في العملية الانتخابية وهي فترة جداول الناخبين اللي تليها بعدين محطتين اساسيتين وهي محطة تلقي طلبات التخفيح ومرحلة الاقتراع طبعا هذه المحطة اساسية نحس المواطنين في دائرة الاولى بمحافظة المحرك ابتداء من يوم الاحد ان شاء الله المواصف 21 يوليو بانهم يتحققون من وجود اساميهم ويتحققون من هذه الجداول على اعتبار انه في هذه السبعة ايام اللي هي متاحة الجداول للعرض هي ليست نهائية بالامكان انهما يقدمون طلبات تضحيح عليها في حال وجود اي ملاحظات بشأنها وبامكانهم ايضا في حال بعدم وجود بياناتهم انهما يقدمون طلب لذلك امام اللجنة الاشراكية فهذه محطة اساسية ينبني عليها المحطات الاخرى فهي تعتبر الخطوة الاولى لضمان ممارسة الناقب لحقه الدستوري في الانتخاب وايضا في حقه في الترشح في حال كان ينطبق عليه شروط المرشحين فالمشرح لما اتاح هذه السبعة ايام اراد انه يجعل من المواطنين شركاء في اعداد هذه الجداول وشركاء في يعني الرقابة عليها نعم المستشار احمد يعني بالنسبة للتحقق من صحة البيانات يعني كيف تتم او ما هي طريقة التحقق من صحة البيانات في اولى المحرق بسهولة بامكان المواطنين في الدائرة الاولى بمحافظة المحرق انهم يقومون بزيارة الموقع الرسمي للانتخابات فوت ذوت بي ات وبامكانهم ايضا ان يقوموا بزيارة اللجنة الاشرافية في مقرها مدرسة للزيتين الاعدادية للبيانات نعم هل سيتم اتاح الطلب الاعتراض على البيانات وطلبات التصحيح الالكترونيا في الانتخابات التكملية ايضا كما حدث في الانتخابات النيابية والبلدية السابقة دائما اللجنة التنفيذية للانتخابات تحرص على انها تسهل عملية الاقتراع بشكل عام وعملية التأكد من جداول الناخبين وايضا عملية الترجح وهناك العديد من الخدمات الالكترونية التي تقدمها للمواطنين التي تغنيهم عن الذهاب الى اللجنة الاشرافية فأيضا هذه في الانتخابات التكملية سيتم اتاح الطلب الاعتراض على البيانات وطلبات التصحيح الالكترونيا وبإمكان المواطنين بكل سهولة تدخل على الموقع وتقديم الطلبات والرد عليهم ايضا سيكون من خلال استلام رسائل نقصية فهذه كلها خدمات تقدمها اللجنة التنفيذية لأجل تسهيل عملية مراجعة جداول الناخبين نعم المستشار احمد المدوب رئيس اللجنة الاعلامية للانتخابات النيابية التكملية 2024 عضو هيئة التشريع والرأي القانوني شكرا جزيلا لك